تسعة أيام فصلت قمة اسطنبول الرباعية عن إطلاع موسكو نظام الأسد على نتائجها رغم أن القمة كانت للتباحث في الشأن السوري مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أليكسندر لافرينتييف التقى رأس النظام بشار الأسد في دمشق وأوردت حسابات رئاسة النظام على مواقع التواصل الاجتماعي أن المبعوث وضع الأسد في صورة مباحثات القمة الرباعية في اسطنبول كما تحدثت عن تباحثهما تشكيل اللجنة الدستورية وأشارت إلى اتفاق الطرفين على مواصلة العمل من أجل إزالة العوائق التي تواجه تشكيل هذه اللجنة القمة الرباعية التي عقدت نهاية تشرين الأول المنصر وجمعت كل من رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا والمستشارات الألمانية أنجيلا ميركل ودعا بيانها الختامي إلى تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان ديمستورا قال خلال مشاركته في فعاليات منتدى دوليا بمصر إن الانتهاء من العملية الدستورية في سوريا سيسهم في تسريع وطيرة إعادة الإعمار على حد قوله أما شروط نظام الأسد لتشكيل اللجنة الدستورية فتتمثل برفض لأي دور للأمم المتحدة في تشكيلها والمطالبة بسحب المقترح الأممي بالقائمة الثالثة وذلك بهدف الحصول على الأغلبية من أعضاء اللجنة أو الثلث المعطل هذه الشروط ما تزال تشكل عقبة أمام انطلاقها وفق ما أوضحه ديمستورا بعد لقائه وزير خارجية النظام وليد المعلم فيما يرى مراقبون أن الحل السياسي ما يزال بعيدا